كان للسدر مكانة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعالج السحر ويعالج الحسد بواحد وعشرون ورقة بالاستحمام وهو يحتوي على مواد غذائية هامة من كالسيوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم وكبريت وهو غني بورتين والكاربوهايدرات ويحتوي على حديد وزنك ونحاس فيعتبر ورق السدر مفيد جدا جدا وهو مفيد في علاج الأمراض من اضطرابات للمعدة ويساعد على خفض الدهون ويساعد على علاج الصفار لدى الصغار الرضع ويعالج هشاشة العظام لأنه غني بالكالسيوم والفسفور وينق الدم من السموم ويحمي من تلف الدماغ ويفيد في صحة الجلد ويعالج مرض القلب وهو يزيد من نعومة الشعر واشتركه في قناتي ولا تنسوا لايك وتعليق